بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السل، عفانا وعفاكم الله، انتظم بمدينة العلوم بتونس يوم توعوي حول هذا المرض عبر تقديم طرق انتقال مرض السل بين البشر وكيفية التقاط العدو من الحيوان وطرق الوقاية منه. تسجل تونس سنويا 29 حالة إصابة بمراض السل عن كل 100 ألف ساكن حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة أن أغلب الإصابات متأتية من الحيوانات وأن بكتيريا السل البقري تتسبب في 78% من حالات السل العقدي الذي ينتقل عن طريق الحليب غير المعقم ومشتقته. 80% من السل خارج الرئة هو من الحيوانات يجي من الحليب، من الماء، لأن ناكلوها، كل شيء. لذلك لنقوموا حقيقياً داء السل يلزمنا نأخذ بعين الاعتبار الحيوانات هذه المريضة والتعدي في العباد. اليوم العالمي لمكافحة السل كان مناسبة للتعرض إلى أسباب الإصابة بهذا المرض وطرق الوقاية والكشف المبكر للعلاج والحد من العدوى. كما وقع التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل، وذلك لمجابهة العرقيل والتحديات الجديدة. لدينا الاستراتيجية خماسية لمكافحة السل، والشعار متاعنا هو الكشف المبكر لقطع سلسلة انتشار المرض، وحتى الشفاء معناتها التام، وهذا تتكفل بها من الكشف حتى الشفاء وزارة الصحة. وفي الاستراتيجية احنا عملنا محور كامل للشراكة مع الفلاحة مع المجلس الوطني للبياترة. ويمثل الأطفال وكبار السل الأكثر عرضة للإصابة بمراضي السل، نتيجة ضعف المناعة لديهم. الخطر أكثر على الأطفال، خاصة الأطفال اللي سنهم أقل من خمسة سنوات، وهوما في البرنامج الوطني لمكافحة السل، والمنظمة العالمية للصحة كذلك، الأطفال هذوما يخذوا دواء يحميهم لأنه سنهم أقل من خمسة سنوات في حالة الوجود عدوى. بالنسبة لزد الأشخاص المسنين، كما تعرف زدهما هذوك معرضة لأنه المناعة عن طاع الجسم تنقص مع العمر، كذلك زد المرضى بالمرضى السكري. ورغم تقدم الأبحاث العلمية، فإن مرضى السل يتسبب في وفاة أربعة آلاف وخمسمائة شخص في اليوم في العالم، ويعد من أكثر الأمراض المعدية المتساعدة.